كان من الوارد جدا أن يكون موعد دفني هو الأحد الثالث من إبريل بعد صلاة الظهر كنت أشعر أنني لن أرى طنط ولا أولادي ثانية جاءت هذه الكلمات في رواية قهوة باليورانيوم ولم يكن يعلم كاتبها أنه تنبأ فعلا بتاريخ وفاته الحقيقي إنه عراب الرعب الذي بحث خلف كل باب مغلق وكل مرآة وكل سرداب وصل بقلمه إلى ما لم يصل إليه أحد واخترع شخصيات ظلت في ذاكرة الكثيرين حتى بعد رحيله فهل كانت لها علاقة بشخصيته الحقيقية؟ الدكتور أحمد خالي التوفيق ترى هل كان هو الدكتور رفعة إسماعيل أم ماذا؟ لم تكن حياة الطبيب والروائي المصري الراحل أحمد خالي التوفيق بالسهلة أبدا ففي بداية شغفه بكتابة الرعب واجه الرفض والنقد والإحباط لدرجة أن عمله كانت ترفض من قبل لجان المؤسسة العربية الحديثة مما جعله يصاب باليأس الشديد وقدم أولى روايته تحت اسم أسطوري في عام 1992 لكن رفضتها اللجنة مرة ثانية لكن مدير المؤسسة تمسك بها وقرر عرضها مرة ثالثة على اللجنة وفوجي أحمد خالي التوفيق برأي اللجنة ينصف الرواية ويصفها بأنها ذات أسلوب ممتاز وبها حبكة روائية وإثارة وتشويق كانت المفاجأة الثانية أن قرار اللجنة موقع من دكتور نبيل فاروق ومن هنا خطى بقدمه نحو عالم ممتع وشيق أمتع فيه الملايين وبدأت رحلته الأدبية مع كتابة سلسلة ما وراء الطبيعة ورغم أن أدب الرعب لم يكن سائدا في ذلك الوقت فإن السلسلة تحققت نجاحا كبيرا واستقبالا جيدا من الجمهور وأصدر بعدها سلسلة فانتازيا عام 1995 وسلسلة سفاري عام 1996 ليس ذلك فقط بل أنه أصدر عدة روايات مستقلة وأشهرها رواية يوتوبيا عام 2008 وقد ترجمت إلى عدة لغات وأعيد نشرها في أعوام لاحقة ومنها رواية غرفة 207 والتي تحولت إلى مسلسل شهير حقق نجاحا باهرا بعد عرض الجزء الأول منه اشتهر أيضا بالكتابات الصحفية فقد انضم عام 2004 إلى مجلة الشباب التي تصدر عن مؤسسة الأهرام كان له أيضا نشاط في الترجمة فترجم عدة رواية عالمية شهيرة مثل رواية نادي الشغب الشهيرة من تأليف إتشاك بولينك واستمر نشاطه الأدبي مع مزاولته مهنة الطب فقد كان عضو هيئة التدريس واستشاري قسم أمراض الباطنة المتواطنة بكلية الطب جامعة طانطة واعتقد الكثيرون أن شخصية دكتور رفعة إسماعيل بطل سلسلة ما وراء الطبيعة هي شخصية حقيقية وأن الراحل أحمد خالي التوفيق هو هذه الشخصية وأنه فعلا مر ببعض التجارب المخيفة لذلك اخترع هذه الشخصية والتي كانت تتشابه مع شخصيته الحقيقية في كل شيء خصوصا أن التفاصيل الدقيقة التي كان يكتب عنها قال البعض أنه بالتأكيد رآها أو مر بها ظهر دكتور رفعة إسماعيل مرتين على الشاشة في مسلسل ما وراء الطبيعة من بطولة أحمد أمين والذي حقق نجاحا كبيرا وفي مسلسل غرفة مئتين وسبعة لكن أحمد توفيق لم يجب أبدا على هذا السؤال بل رحل والسر معه حيث توفي أحمد توفيق في الثاني من إبريل عام 2018 في مستشفى الديمرداش عن أمر يناهز الخمسة وخمسين عاما في ذات اليوم الذي أجر فيه عملية في القلب ورحل قبل أن يرى أعماله على شاشة التلفزيون وأخذ معه سرا كبيرا يخص دكتور رفعة إسماعيل الذي تنبأ بوفاته وكأنه يتحدث عن نفسه في إحدى روايات ما وراء الطبيعة فكتب ستكون مشاهد جنازتي جميلة ومؤثرة لكني لن أراها للأسف برغم أنني سأحضرها بالتأكيد وقد كان